أحباء الصغار السلام عليكم مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتداء أحباء الصغار يوم شاء الله لدينا حصة جديدة لدينا حصة القراءة قراءة حرف الزاي أي أننا سوف نتعرف ونكتشف معا حرف الزاي هذا هو حرف الزاي الاختلاف اللي بينه وبين حرف الر هي النقطة وكذلك أيضا في النطق إذا هذا حرف ماذا حرف الزاي جيدة إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا ما تنساوش لما مشتركش عندي يشترك وكذلك أيضا خليوا لي جيم أو لايك أو إعجاب لهذا الفيديو هذا على بركتي الله سوف نبدأ الحصة دياليوم أكتشف وأتعرف حرف الزاي أكتشف وأتعرف حرف الزاي أرفع يدي إذا سمعت الصوت زاي أرفع يدي إذا سمعت الصوت زاي ما هذا؟ هذا غزال أو غزالة هذا غزال إذا نكتبوه هذا غزال هذا غزال عفوا هل سمعتم الصوت زاي؟ غزال غزال نعم لقد سمعنا الصوت زاي إذا ماذا سأفعل؟ سوف أرفع يدي سوف أرفع يدي لأنني سمعت الصوت زاي في الغزالة في صورة الغزالة أو صورة الغزالة جيدة ما هذا؟ هذا هررن هذا هررن هذا هررن هل سمعتم الصوت زاي؟ هررن هررن لا لم أسمع الصوت زاي إذن لن أرفع يدي لن أرفع يدي جيدة ما هذا؟ أو ما هذه؟ هذه زرافة هذه زرافة هل سمعتم الصوت زاي؟ زرافة زرافة نعم لقد سمعنا الصوت زاي زرافة زرافة جيدة إذن سوف أرفع يدي لأنني سمعت الصوت زاي صوت زاي جيدة ننتقل الآن إلى الثانية أقرأ وأتعرف أشكال حرف الزاي أقرأ وأتعرف أشكال حرف الزاي إذن في هذا تطبيق هذا سوف نتعرف كيف يكتب حرف الزاي في أول الكلمة وكيف يكتب حرف الزاي في وسط الكلمة وكيف يكتب حرف الزاي في آخر الكلمة جيد لنبدأ الآن بالحرف في أول الكلمة الحرف في أول الكلمة أو حرف الزاي في أول الكلمة زرن 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 لأن هذا هو الزر صدفة زرن زرن إذن لاحظوا معي شكل حرف الزاي وهذا باللون الأحمر الكلمة الموالية زرن 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 بي بون زرن بي بون زرن زرن بي بون بهذا الشكل يكتب حرف الزاي في أول الكلمة بهذا الشكل جيد ننتقل الآن إلى الحرف في وسط الكلمة الحرف في وسط الكلمة أي حرف الزاي في وسط الكلمة كلمة كلمة الأولى مز مار مز مار مز مار لاحظوا معي كيف يكتب حرف الزاي في وسط الكلمة ننتقل الآن إلى الكلمة الموالية ولاحظوا معي كيف يكتب كذلك في وسط الكلمة إذن نقول يكتب حرف الزاي في وسط الكلمة بهذا الشكل أو بهذا الشكل يكتب حرف الزاي في وسط الكلمة بهذا الشكل أو بهذا الشكل جيد ننتقل الآن إلى الحرف في آخر الكلمة كلمة الأولى قفز لاحظوا معي شكل حرف الزاي جيد كلمة الموالية فاز لاحظوا معي شكل حرف الزاي نقول إذن يكتب حرف الزاي في آخر الكلمة بهذا الشكل أو بهذا الشكل جيد جدا ننتقل الآن إلى السؤال الموالية السؤال الثالث أركب من المقاطع كلمات وأقرأها أركب من المقاطع كلمات وأقرأها لدينا هنا مقاطع سوف ندمجها أو نركبها لكي نحصل على كلمات ثم بعد ذلك نقرأها لدينا هذا مقاطع سوف نجمعهم بش يعطيونا كلمة إذن نكتبه زا مي لن زا مي لن وحصلنا على كلمة زميل والصديق زميل 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 جيد زا را ف تن زا را ف تن لنكتبها لنكتبه زا و ثم را ثم ف ثم ثم تن وهكا حصلنا على كلمة زرافة 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 جيدة زا را زي رو زا را زي رو كتبوها زا زع را زي رو وحصلنا على كلمة زرا زيرو زرا زيرو زرا زيرو زرا زيرو جيدة اذا احبا استغار بل كتا نكونوا صدينا الحصة دي اليوم نتلقوا ان شاء الله في الحصة الماجئة تمتم في رعاية الله و الى اللقاء